للطلبة والطالبات اللي عندي في الكمبيوتر بروجيكت أنا سويت لكم برنامج صغير يتحكم في سيرفو واحد الحين هذا البرنامج بسيط يتشيك إذا كان أكو سيرفو أتاجد الحين السيرفو راكب وأيضا عندكم هذا الزر يقول شغل السيرفو رغم زيرو أنا بس سيرفو واحد والكود موجود تقولون تفتحونه وتشغلون السيرفو من خلاله أو تقلدون الكود اللي موجود فالحين أنا شغلته بس أشغله طبعا هذا هو السيرفو هني وراكب وكل شي شغال بس أشغله أستطيع أني أتحكم في البوزيشن مع السيرفو فهني في النقطة هذي أستطيع أني أدخل البوزيشن أساسا أقول يعني شكثر يدور السيرفو فحاليا بحط عندنا فاليوز بوزيشن فاليوز لتكون بين 0 إلى 200 فنقدر نحط 50 ونقول له Change Position رح تسمعون صوت أوكي فهذا الفكرة مالتا أحيان بحط 200 وبعدين روحه إق السيرفو لكن ما يبين عشان صغير سنشوف إذا أقدر أسوي شيء ستشوفون إي تحرك الحين لاحظتوا شون تحرك لعبتين حين بغير البالي للصفر طبعا في عدة طرق للتحكم فيه بس أنا الحين مجرد شيء بسيط حاضلكم الكود هذا الكود تستطيعون الدخول عليه من خلال الـ Access خلونا أشوف الـ Access أو شي نعدل نختار هني View Design وبعدين ندخل على الكود من هني نروح على هذا المكان نضغط يطلع لنا الكود أنا الحين مسوي كود جدا بسيط وحملت لكم البرنامج هذا على موقع الموقع مال المدرسة أو مال كلية على موقعي وهو www.mqasem.net تستطيعون تحملونا من هناك وتشغلون البرنامج وعندكم لقطة الفيديو تساعدكم على فهم الفكرة ترجمة نانسي قنقر